هو ليه المرض النفسي بيحصل أصلا؟ بعم بعم ده سؤال مهم جدا لأنه كان تصور الناس إن المرض النفسي ده يعني تأثير قوة خفية أو ما عرفش إيه وكلام من ده مس شيطاني أو إنه حد زعله أو حاجات بالشكل ده إنه مرض معناوي يعني أو مرض سحري أو غيبي أو حيث كده لا هو مرض زي كل الأمراض اللي بتحصل في الجسم يعني الأبحاث في السنوات الماضية بينت أنه المرض النفسي زي الأمراض العضوية بالضبط. يعني زي ما اللي عنده سكر عنده نقص في الإنسولين اللي عنده اكتئاب عنده نقص في السيروتونين وعنده نقص في الدوبامين وعنده نقص في النور أدرنالين كل دي مواد الجسم بيفرزها بشكل طبيعي آه بالضبط. اللي عنده في صام عنده زيادة في الدوبامين. فاتضح أنه المرض النفسي ناتج لإضطراب في نشاط المخ والجهاز العصبي ونشاط المخ والجهاز العصبي ليس قاصرا على الجزء الفوق ده لا لو أن الجسم له تأثير كبير جدا على المخ يعني ممكن يبقى فيه مرض في الكبد أو في الكليا أو في البنكرياس أو في أي حتة في الجسم أو حتى في العضلات ويؤثر على نشاط المخ فالمرض الخلل هنا يبقى في المخ نفسه يبقى فيه جزء من الجسم لكنه يؤثر على المخ يعني مثلا اكتشفه في السنوات الأخيرة حاجة مذهلة جدا أنه فيه في الجهاز الهضمي خلايا خلايا بنسميها احنا البكتيريا النفعة نعم والفيروسات النفعة والفطريات النفعة دي كتلتها في الجهاز الهضمي كبيرة ويسموها مخ البطن لا وحنا كنا فاكرين زمان أنه دي البكتيريا النفعة دي بتعمل حالة تخمر أو تساعد في الهضم وحاجات بالشكل ده طالع أن الفكرة دي سازجة أو وأنه ده جهاز مهم جدا وفيه مستقبلات سريتونين زي المخ وحتى فيه مستقبلات أكتر من اللي في المخ يا الله وأنه له تأثير على الحالة المزاجية وعلى نشاط المخ وعلى جهاز المناعة وعلى حاجات كتير قوي فالقلب نفسه لقوا أنه فيه دواير حوالين القلب لها تأثير جامد جدا على المخ وأنه القلب له وظائف إدراكية ووظائف وجدانية ووظائف بعرفية وحاجات بالشكل ده ده برضو يمكن ده ظهر فيه سنة 2013 و2014 في مؤتمر مؤتمرين في باريس حصلوا عملوا أبحاث مشتركة بين القلب والمخ فطلع أنه القلب مش مجرد مضخ الدم أو ترمبت دم بتدفع الدم وخلاص العلم التقليدي كان معتقد كده للسنوات طويل لما تعاملت الأبحاث دي في المؤتمرين دول اتضح أنه القلب له وظائف كتير جدا وده بيرجع فكرة أنه القلب بقى والفؤاد وأنه ده له علاقة بالمعتقدات وله علاقة بالمشاعر وحاجات كتير زي كده فالعلم كل ما بيتقدم بيفتح لنا أفاق كتير جدا فالمرض النفسي ناتج من تأثير عن مخ يا من مخ نفسه يا من حاجة خارج المخ وله حاجات نقدر نقسها بالوسائل العلمية المختلفة كلام حضرتك ده خلاني أستحضر الآية الكريمة لما ربنا سبحانه وتعالى جمع معنى القلب مع معنى قلوب لا يفقهون بها أو لا يعقلون بها طب وفعلا ده في صاميم نعم قلوب لا يعقلون بأنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وأشار كده التي في الصدور سبحان الله صنع الله الذي أتقن كل شيء رحله الشاب اللي بيقوله زن لي في الزنا القصة الحديث المعروف قصة أهوه في الآخر وضع يدهو على صدره ودع له فهنا واضح أنه فيه هنا حاجة بس ده لسه العلم ما فتحش الملف ده بتفصيل أكتر لكن بدأت بوادر كتير تظهر في أبحاث أنه القلب هنا سنين الجاية هتثبت أنه له وظائف أخرى غير أنه هو مجرد مضخ مضخ نعم نعم نعم